في الضالع سقط قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشي الحوث والمخلوع في موريس وكانت المقاومة قد سيطرت على جبل التهامي الاستراتيجي إلا أن الميليشي تمكنت من استعادته في وقت لاحق في ظل استمرار المعارك العنيفة بين الجانبين في موريس كما في غيرها من الجبهات تتواصل فصول الحرب حتى في ظل ما يفترض أنها هدنة منذ اليوم الأول للهدنة لم تتوقف الميليشيا عن إرسال قذائفها على المدنيين الساكنين في مرمى مدفعيتها ولم تتوقف المقاومة عن محاولاتها في التقدم باتجاه دمت الواقعة تحت سيطرة الميليشيا منذ الأواخر العام الماضي هنا وعلى مساحة واسعة تتوزع الصورة بين غبار القذائف المرسلة من مواقع الميليشيا على التخم الجنوبية لمدينة دمت وبين وجوه لم تتعب من المواجهة ولا تزال تحرس مريس وتدافع عما وراءها منذ أشهر أكثر القنص والضرب هو من ما يسمى بجبل التهامي ومن العرفاف الذي معهم ثقنات هناك في الحامري وفي اللبان جبل التهامي كان هدفا لآخر محاولات المقاومة للتقدم باتجاه مدينة دمت وكانت المقاومة قد سيطرت على الجبل الاستراتيجي لساعات قبل أن تنسحب منه نتيجة لكثافة القصف من مواقع الميليشيا في العرفاف ونجد القرين القريبتين فيما لا تزال المعارك العنيفة دائرة بين الجانبين حتى اللحظة على خطوط التماس القائمة بينهما منذ أشهر مصعدر محلية ذكرت أن المعارك العنيفة التي تشهدها المنطقة منذ يومين خلفت قتلى وجرحى من الجانبين وأكدت أنه شهد عدد من الآليات التابعة للميليشيا تنقل القتلى والجرحى إلى مستشفيات دمت فيما قتل ثلاثة وجرحى خمسة آخرون في صفوف المقاومة المواجهات في موريس لا تتخذ شكلا واحدا والموت الذي ترسله الميليشيا لأبناء موريس ليس بالقذائف وحدها بل يأتي بأشكال مختلفة تبتكرها عقلية الميليشيا التي لا تجيد شيئا سوى صناعة الموت المقاومة الشعبية ضبطت عبوات ناسفة على شكل أحجار كانت مزرعة في مناطق التماس بين موريس والعرفاف والتي طردت منها الميليشيا قبل أشهر فيما تبقى الألغام واحدة من أكبر معوقات التقدم باتجاه دمت ترجمة نانسي قنقر